السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم أحبائي رحب فيكم وبكل مشترك جديد انضم للقناة رح نقوم اليوم بتخزين البصل اللي يبقى عندنا لأكتر من سنة ورح اذكر أسباب نجاح تخزينه ولتتعرفوا على الطريقة تابعوا معي الفيديو أحبائي ونبدأ وصفتنا والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندي هنا هون البصل اللي بدي قوم بتخزينه كيس من البصل طبعا هو ما بصير خليه بهالشكل هاد مرصوص فوق بعضه فلذلك هلا بنشوفي فين خزنه فأول شي أنا هون رح افك الكيس كيس البصل ونطالع منه البصل اللي عنا ونشوف البصل يعني وجودته لا تخزين فهلا عندي مثلا هالبصلة هي هيك المفروض يكون البصل يتكون قاسية البصلة والإشرة يعني ملتسقة فيها بشكل منيح ما تكون طرية أبدا بالنسبة لهذا القسم ما منقصه منبرمه هيكبر منفتله ومنخلي هالقسم هاد يعني منحاول انه نسبده ما يكون عندنا مفتوح لأنه زي ضل مفتوح هاد القسم رح تدخل منه الرطوبة والبكتيريا وتخرب عندنا البصلة وبالنسبة للقسم الأعلى راس البصلة رح نقيم هالجزور هاي اللي بتكون طالع فيها طبعا هي بتكون يابسة فمنتخلص منها منتخلص منها نهائي يعني كما شايفين هيك بواسط المقص كمان هي العملية وقتل نعمل هيك منحافظ على البصلة انه ما يطلع بعد فترة بعد فترة يعني من التخزين انه يطلع هالقسم ويطلع منه مثل جزور بيضة وبتفضل البصلة فنحنا عم نقوم بهالخطوات هاي فمتل ما شايفين هيك كيف بفتل هيك القسم السفلي ومتل بسده وكمان هاد من الأعلى من الراسي كعب ايم هالجزور هاي هلأ من الأسفل ما بيصير قصه بالمقاصل حتى ما يصير متمائلنا فتحة وتدخل منه البكتيريا ويخرب عندنا بسرعة وحتى لانه بعد فترة مثلا طويلة ممكن نلاحظ منه انه يطلع منه مثل اخضر قسم اخضر وهيك بتخرب عندنا البصلة فهلأ وقت هيك نحن سدينا بهالشكل هاد ضمننا انه ما عاد يتخله رطوبة وما عاد يتفضل عندنا البصلة من المتل ما شايفين هيك من الأعلى ومن الأسفل هلأ انا رح اجيب هالبوكس هاد بوكس الخضروات بيكون هيك فيه فتحات كتيرة للتهوية وانا هون عندي قصاصات من الوراء رح افرشها بهالأسفل البوكس هاد يعني اي قصاصات وراء عندك بتحط تعمليها او ممكن هو طبعا الاش اذا فيه اش الواحد ممكن يحطه كمان بس ما متوفر عندي فهالطريقة هي بديل منه الهدف منه انه نعمل عازل بين طبقات البصل لانه البصل ما بيصير يكون فوق بعضه هلأ مثل ما شايفين هيك عم صف البصل بدي يكون راس البصلة للأعلى ما بيصير نحط الراس البصل للأسفل حتى ما يشريش ومكل ما انه يصير بقى رطوبة فيه وتخرب البصلة هلأ ممكن نلاقي هيك بصل مثلا هيك خربان طرفة او هيك شي يعني او طرية ما بيصير خزنة ابدا هي برفعة اي طراوي بالبصلة او اي شي يعني متغير شكلها ما بيصير حتى للتخزين لازم نقل البصل يكون صامد وفيه هيك اساوي ااسي هذا اللي بيضل عندي بيضل فترة طويلة مو اي نوع بصل بيتخزن فهلأ متلان شايفين عم بيحط طبقات كل طبقة بصل قط فوق هاي القصاصات هاي حتى ما يصير البصل فوق بعضه متل ما انه ومع الوقت يعني يطرى ويخرب فهلأ هيك احطيت هلأ اخر طبقة هلأ بالنسبة متل ما شايفين بده يكون راس البصل كله للاعلى بالنسبة لمكان تخزينه اه بالاول مفروض ما نحطه على الارض او على البلاط يعني او السيراميك لازم يكون على مكان يعني نرفع عن الارض حتى ما ياخد رطوبة وامر التاني كمان لازم يكون مكان مهوى اه مكان ظل ما يجدخله شمس ابدا انه ما تجي شمس الشمس كتير بيقصر على البصل وبخليه يطرى وما يطول لفترة طويلة فهالملاحظات هاي بتأثر كتير على نجاحه اه من اهم اسباب نجاح تخزينه للبصل يعني هي افكار بسيطة بس اه اذا اتبعناها بنحافظ عن المواد اللي عم يخزنا وما بتخرب عنا وهيك يعني بيكون كله اه يعني كله شي كويس ومضمون فاذا عجبتكن هالطريقة لا تنسوا احضائي تحطونا لايك الفيديو وتشتركو بالقناة وشكرا كتير لحسن المتابعة